هنبدأ إن شاء الله في شبتر أربعة أو قوانين نيوتن للحركة أول كمية تهمنا بالنسبة للقوانين نيوتن الفورس أو القوة الكنسيبت أو فورس إيه معنى القوة؟ بمعنى أنه يتصارع أو التي تسبب تشوه للقسم القوة لها مقدار واتجاه وده اللي بيجعلها أكيد كمية متجهة الـ SI unit of force نيوتن زي ما درسنا في شبتر 1 ما هو النيوتن في الـ SI unit كيلو جرام ميتر سكند أو سيسالة بنمثل القوة برامز أو بنومز لها برامز F كلاسس أو فورس أو أنواع القوة أو النوع من القوة اللي هو الكونتاكت فورس involve physical contact between two objects يبقى هي القوة اللي بيكون فيه اتصال مباشر بينها وبين الجسم زي ما هو موضح بالرسم لو بشد نابض أو زنبرك بقوة أم بتسحب عربية الطفل أو البيبي وانت بتركه الكرة فيه كونتاكت مباشر بينك وبين الجسم أو بين القوة وبين الجسم ثاني نوع من الفورس field forces act through in bit space قوة المجال اللي بتأثر خلال الفراغ يبقى ليس هناك physical contact ما بين القوة وبين الجسم مثال قوة التجازب الكتل بين الأجسام قوة التجازب والتنافر بين الشحنات أيضا القوة المغمصة أو القانون من قانون نيوتن اللي هو نيوتن فريستيلو بينص على اي قانون نيوتن an object at rest remain at rest الجسم الساكن بيظلي ساكن and an object in motion continues in motion with constant velocity الجسم المتحرك بيظلي متحرك وبسرعة سبت إذن الجسم المتحرك يظل متحرك بconstant velocity أو بسرعة سبت if the net force equal zero محصلة القوة اللي بتأثر عليه تساوي صفر نيوتن's first law describes what happens in the absence of a force ماذا يحدث في غياب القوة also tell all that when no force acts on an object the acceleration of the object is zero إذن f sigma f equal zero مجموع القوة اللي بتأثر على الجسم تساوي صفر المقابل ان تصارع الجسم الـ a تساوي صفر ومعنى كلمة ان التصارع بيساوي صفر لا تعني ان الجسم ساكن فقط لا ممكن الجسم at rest أو move with constant velocity الفلاش اللي معنا هيوضح لي بعض المفاهيم بالنسبة لقانون نيوتن لو لاحظنا الجسم اللي على التراك ان السيارة تحركت لكن التراك ظل مكانه ليه؟ لان السيارة بتأثر عليها قوة لكن البوكس اللي موجود على السيارة او الصندوق ظل مكانه لان ما في قوة خارجية بتأثر عليه وده نص قانون نيوتن الأول لو زودت قوة الاحتكاك ما بين البوكس والسيارة او بودي السيارة ايه لا يحصل؟ بحثت ان السندوق اتحرك مع السيارة الوضع اختلف ليه لان في الحالة دي في قوة اثرت على السندوق اللي هي قوة الاحتكاك السكوني اللي هندرسها في نهاية الفصل يبقى في الحالة الاولى لما كان الاحتكاك او القوة اللي بتأثر على السندوق بتصوى صفر هنعيدها ثاني السيارة تحركت لكن السندوق ظل مكانه لان ما في قوة خارجية اثرت عليها هننتقل بعد ذلك لقانون نيوتن الثاني نيوتن الساكند لو عندما يكون هناك محصلة قوة بتؤثر على الجسم المحصلة القوة دي هتثبت تصارع الجسم تصارع الجسم بيتناسب ترضي مع النيت فورس وعكسي مع كتلة الجسم ثابت التناسب الواحد الصحيح بنوصل لقانون نيوتن الثاني ان سيجما اف اف بتساوي الامي في الامي او النيت فورس بتساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في التصارع with a proportionality constant of one ثابت التناسب واحد and this beat much lower than the speed of light سيجما اف بنسميها النيت فورس او محصلة قوة ايه معنى النيت فورس this is the vector sum of all the forces acting on the object عبارة عن الجامع المتجه لكل القوة اللي بتؤثر على الجسم نيوتن's second law can be expressed in terms of components يبقى ممكن اقول ان سيجما اف في اكس محصلة القوة في اتجاه اكس بتساوي الام في الاكس الكتلة في التصارع في اتجاه اكس وسبما اف تساوي الام في الاكس وسبما اف هي تساوي الام في الاكس وكذلك سيجما اف هي تساوي الام في الاكس mass vs weight الفرق ما بين الماس و الويت الماس الكتلة As a measure of the amount of material in an object هي مقياس لكمية المادة في الجسم Being directly related to the number and type of atoms present in the object وهي مرتبطة بنوع وعدد الزرات اللي موجودة في الجسم أهم خاصية للماس Don't change with body position إن كتلة الجسم لا تتغير بمكان الجسم على الأرض كتلة تثبتة على الأمر كتلة تثبتة في أي مكان كتلة الجسم ستبتة تثبتة طيب إيه الويت أو الوزن Is the gravitational force acting on a body mass هي قوة الجاذبية اللي بتأثر على كتلة الجسم The weight as a force due to gravity can be expressed as الويت بيساوي الم ضرب بتصارع الجاذبية الأرض أو ممكن نرمز للويت بالف جي اللي هي الـ gravitational force بتساوي الم في الجي وحدة الويت الويت قوة يبقى وحدة النيوتن حيث الماز بالكيلو جرام والجي الـ acceleration of gravity meter per square second اللي هي بتساوي 9.8 متر per second تربية مثال جسم كتلته على الأرس 2 كيلو جرام هي نفس الكتلة على المون برضو 2 كيلو جرام إنما الوزن هيختلف الـ weight on earth 19.6 ليه؟ لأن التصارع الجاذبية الأرضية 9.8 لو ضربت 2 في 9.8 ها يديني الـ weight طب تصارع الجاذبية على المون 1.6 meter per second تربية عشان كده وزن الجسم على المون 3.2 نيوتن the SI unit of force is a newton تاني إيه هو النيوتن في الـ SI unit كيلو جرام meter per square second أو كيلو جرام متر second أو الساوي الـ dimension of force MLT minus 2 طبعا هي من السالب 2 هي MLT minus أو السالب 2 ترجمة نانسي قنقر